وباتجاه الدفع من أجل تسوية إسرائيلية فلسطينية أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ترى قيام دولة فلسطينية يجب أن يتم في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة وقال المتحدث باسم الوزارة أن واشنطن تعمل من أجل هذا الأمر في الوقت الراهن وأكد بأنها ملتزمة بشكل نشط من أجل قيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع ضمانات أمنية لإسرائيل وفي إطار متابعة التحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل عمال الإغاثة في غزة ذكرت مصادر أمريكية لرئيس جو بايدن سيجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياه اليوم في أول اتصال بينهما منذ مقتل سبعة من العاملين الأجانب في مجال الإغاثة في غزة في الصياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تريد نتيجة التحقيق الإسرائيلي بشأن الغارة الإسرائيلية التي قتل فيها عاملي منظمة الإغاثة في أقرب وقت ممكن وأضاف المتحدث أن واشنطن تطالب إسرائيل بوضع إجراءات للتجنب مثل هذه الحوادث مشيرا إلى أن واقعة وارد سنترال كيتشن لن تؤثر على الجهود الأمريكية لدعم إقامة رصيف عائم قبل الشاطئ غزة فقد قال لنا الإسرائيليون وقالوا علنا إنهم يعتزمون إجراء هذا التحقيق بسرعة ونريده أن ينتهي في أقرب وقت ممكن ونريد أن يتخذوا أي إجراءات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل النقطة الثانية التي نعتقد أننا بحاجة إلى رؤيتها وليس عليهم انتظار نتيجة هذا التحقيق للقيام بذلك نريد منهم وضع تدابير أفضل لمنع التضارب وتنسيق أفضل لحماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين على الأرض من واشنطن نرحب بمراسل المشهد كريم يسري أهلا معك أهلا بك كريم أوداء معاك بهذا الاتصال المرتقب بين بايدن ونيتنياهو وعلى ماذا سيركز بحسب المعطيات وآخر التصريحات نعم مالك بحسب مسؤولين عن البيت الأبيض أو بالبيت الأبيض ذكروا بأن جو بايدن سارب عن غضبه مما حدث باستهداف سبعة من عمال الإنقاذ أو العاملين بالإنقاذ في منظمة World Central Kitchen وبالتأكيد جو بايدن لم تكن مجدولة على أجندته الأسبوعية هذا الاتصال الهاتفي وحدث بناء أو رغبة من الجانب الأمريكي بسبب ما حدث في غزة وذكرت أيضا عدد من الصحف الأمريكية بأن جو بايدن سيحاول مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتهاء من التحقيقات الجارية من الجانب الإسرائيلي وإرسال نتائجها في أقرب وقت ممكن وذكرت عدد من الصحف بين الإدارة الأمريكية محبطة للغاية وغضب للغاية بسبب هذا الحادث قصة أنه جاء بالتزامن تقريبا مع حفل إفطار أو كان من المفترض تنظيم إفطار للجريات العربية داخل البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي ونائبته وانسحب عدد من الحضور بسبب ما حدثه وبسبب السياسة الأمريكية المتابعة تجاه غزة وهناك حالة من الإحباط داخل البيت الأبيض بسبب ما يحدث خاصة أن شعبية رئيس جواد انتضرت كثيرا خاصة من الجاليات العربية المتمركزة في ألولات المتأرجحة التي لربما سيكون لها صوتا مؤثرا خلال الانتخابات الرئاسية القادمة إذا ما أردنا الحديث أيضا كريم على آخر التصريحات المتعلقة بإشأن الحرب في قطاع غزة دعنا نتكر بالتأكيد نحدث أمس من اتصال الهاتفي جمع لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي أوف جالانت وأكد أوستن بأن إسرائيل لم تقم بما يكفي لحماية عمال الإنقاذ قاصة أن هناك أكثر من 200 عامل إنقاذ توفوا أو قتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ بداية هذا الصراع ومنذ بداية هذه الحرب بعد يوم السابع من أكتوبر من العام الماضي وبالتالي لم تقم إسرائيل بحماية المدنيين بشكل كاف ولم تقم أيضا بالترتيب بشكل مباشر مع المنظمات الدولية العاملة في غزة مثل World Central Kitchen والتي أدت لهذا الحادث الذي أودى بحياة سبعة من أعضائها بالتالي وزير الدفاع الأمريكي والذي التقى يؤف جالانت منذ بضعة أسابيع يؤكد لنظيره الإسرائيلي بأنه يجب على القوات الإسرائيلية الحاضر يجب حماية المدنيين الفلسطينيين يجب حماية عمال الإنقاذ والجهات الدولية العاملة في غزة خاصة أن أعداد المدنيين الذين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية تجاوزت الثلاثين ألف معظمهم تقريبا من النساء والأطفال وبالتالي ذكرها مرارا لويد أوستون وزير الدفاع الأمريكي بأن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة هو واجب أخلاقي يجب الالتزام به من الجانب الإسرائيلي كريم على الرغم من هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عمال الإغاثة إلى أن واشنطن تقول إلى أنها مصممة على إنشاء هذا الرصيف المائي لإدخال المساعدات قبل شواطئ غزة بالتأكيد واشنطن تحاول إدخال مساعدات أكثر لقطاع غزة ربما فكرة إنشاء الرصيف المائي هي فكرة أمريكية بالأساس وتأتي بالتنصيق مع الجانب الإسرائيلي وربما هناك توافق أمريكي إسرائيلي بأن إدخال المساعدات عبر البحر هو أفضل وسيلة ممكنة الآن لإيصالها للمدنيين في غزة وليس لأيدي عناصر حماس كما تعطرت دائما إسرائيل بأن إدخال المساعدات عبر المعابر إن كان معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم يؤدي في نهاية المطاف أن تقع هذه المساعدات في أيدي عناصر حماس وبالتالي يجب التركيز على آلية معينة لإيصالها للمدنيين وبالتالي الولايات المتحدة ما زالت مصر على إنشاء هذا الرصيف البحري على مدار الفترة الماضية ذكر لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بأنه ربما تم إدخال مزيد من المساعدات على مدار الأيام الماضية لكنها غير كافية وبالتالي يجب التنصيق لإدخال مساعدات أكثر ربما إسرائيل حاولت إزاحة عدد من المتشددين على المعبر الإسرائيلي قبالة غزة لإدخال المساعدات وإدخال الشاحنات لأنهم يقفون ويتجدد وقوفهم دائما أمام الشاحنات لمنعها من دخول القطاع بالتالي هناك تنصيق أمريكي إسرائيلي عربي بهذا شاء بضرورة إنشاء المعبر أو الرصيف المينائي شكرا لك من واشنطن مراسل المشهد كريم يسري على جميع هذه التفاصيل